السلام عليكم أهلا بكم في حلقة جديدة هنا القاهرة والناس حديث القاهرة حديث القاهرة المفروض النهاردة السياسي يبقى عينه على برلمانين على مبنيين يقدمان يعني صورة لبرلمان في حالة من حالات الاشتغال والاشتعال السياسي البرلمان الأول هو الكونجرس الأمريكي حيث ليست عيون مصر فقط ولا عيون الباحثين النابيين في الشأن السياسي ولا حتى رجل الشارع العادي والمواطن العادي بل العالم كله عينيه على واشنطن وما يحدث فيها في الكونجرس مجلس النوان عامل جلسة لمنقشة قانوني إما قانون يعني تحفيز نائب الرئيس مايك بينس النائب الرئيس الأمريكي على عزلة طبقا للمادة 25 في الدستور الأمريكي أو نص على قانون بمحاكمة ترامب طبعا من الواضح جدا أن الديمقراطية الأمريكية تطرد خبثها الديمقراطية الأمريكية بتنتصر وبتعلن انتصارها بشكل قوي وواضح على محاولات الغوغاء ومحاولات يعني اللي سموه حتى ترامب سموه من رعاع اللي اقتحموا الكونجرس احنا أصاد نشهد العالم كله بدأ وكاينه بيكلم عن أمريكا في أزمة أو أمريكا في مأزق فأمريكا بترد على الأزمة والمأزق بإصرار على ديمقراطيتها وعلى احترام مؤسستها الديمقراطية وعلى دستورها وقانونها ومن ثم حتى أكبر راس فيك يا أمريك وهو الرئيس الأمريكي النهاردة البرلمان أو المجلس النواب الأمريكي يطعن فيه طولا وعرضا نغزا وطعنا ويعني ضربا وترحا ترحا بالأرض يعني والتهامات تصل حتى عن من أعضاء حزبه إلى اتهامات بالخيانة ومن ثم لازم ننتبه وناخد بالنا أنه المشهد هنا المشهد الأمريكي بيقول لنا مرة أخرى أن احنا أصاد قدرة الديمقراطية على الدفاع عن نفسها وعلى تحصيل نفسها وعلى الانتصار على أي محاولات لكسرها أو لإخراجها إلى منطقة ديكتاتورية أو استبداد أو حكم فرض وقد تسأل وهو سؤال منطقي ووجيه للغاية يعني ولماذا يصر هؤلاء على عزل ترامب قبل أقل من أسبوع من رحيله رسميا عن البيت الأبيض والإجابة طبعا إجابة تكاد تكون تعبيرا عن يعني الصراع الديمقراطيين أو الأمريكان عموما بما فيهم الجمهوريين على فكرة إنقاذ الديمقراطية الأمريكية من ترامب من الشعبوية والغاوية الشعبوية يعني على الفكرة أنتوا أقديم لكم يعني شعبوية الشعبوية يعني تعرف لما يبقى في الناس وقفين في الشارع بقى وعن جماعات تعاونية مثلا وإحنا بنجيب فيه جماعات تعاونية الوقت فيه حيات من دي يعني أو بيوزعوا لحمة فيحنا وقفين نشتري اللحمة فنزحمة كتير فيطلع واحد يقول أيوة أنتوا بقى اللي بتعملوا ده علشان خطر بتدوا القريبكو وبتدوا المشعر فيه وإحنا حربيننا إحنا الحالة دي بتاعت استثمار غضب الناس أو استثمار ألأ الناس أو الحالة اللي فيها إرضاء للشعب يعني اللي هو فكرة أيوة ما هو أصله عارض كل اللي بيطلع مثلا يقولك أصل اللاجئين السوريين في مصر وهم اللي مش عارف عاملين إيه ده كلام شعبوي ده كلام شعبوي بمعنى كلام اللي بيقوله الشعب كلام بالمشاعر والعواطف مش بالعقل ومش بالحقائق والمعلومات تكبر فيه تنفخه وتردده وتقوله أنت عارف أنه مش حقيقي عشان تاخد رضا الناس فتقعد بقى إيه تستفز الناس على آخرين وده يلبي احتياج الناس فيها الناس عدوانية وغضبانة وعايزة تعلن يعني أرأها وانزعاجها من أي حاجة تقوله أنت مسخن ده ده الشعبوي فأمريكا بتحاول تنقذ نفسها من العنصرية اللي بمثلها ترامب وجمهوره ومن الشعبوية اللي بمثلها ترامب وجمهوره فنعمل إيه نخلص من ترامب نخلص من ترامب إزاي ما هو ماشي كده أو كده أقل من ساعة إيام نعمل إيه يا جماعة قالك نعزله لو عزلناه أو حاكمناه بما فين المحاكمة هتستمر لما يتولى بايدن الحكم ده لو الموضوع استمر ده هيودي الإيه؟ هيودي إلى أنه مش هتشوفوا المشهدتين اللي هو الحرس الوطني وقد تم استدعائه إلى أروقة ورديهات الكونجرس تحت الاستدعاء بحيث أنه لو في أي مظاهرات أو جماعات مسلحة قررت أن تمارس عنفها واقتحام آخر جديد للكونجرس يكون هؤلاء الجنود النائمون على الأرض تحت الاستدعاء في أي لحظة قوم واجه صد رض حتى لا يتكرر المشهد الذي هز العالم حين اقتحام هؤلاء الكونجرس منذ أيام لكن أو منذ أسبوع لكن المؤكد هنا اللي بنتكلم عنه ليه عايزين يعزلوه دلوقتي؟ أو يحكموه؟ أولا عشان يحرموه من أي امتيازات يأخذ الرؤساء السابقين من أول بقى الحراسة والموكب والمرتب كل ده هتشل منه فضلا كمان على الحصول على معلومات وبيانات خاصة بالإدارة الأمريكية بتروح للرئيس السابق أي أن كان حتى لو رئيس سابق من 40 سنة فكل الامتيازات دي تحرم منه ثم يحرم من التمثيل السياسي بمعنى أنه ما يقدرش يرشح نفسه تاني في انتخابات تالية وفي خصوم له جوه حزب الجمهوري مش عايزينه مرة أخرى عشان يطرحوا عنفسه في الانتخابات الجاية فموافقين على كده وفي الديمقراطيين اللي مش عايزين تحدي ترامب بمرة أخرى لأنه بيطلع أسوأ ما في أمريكا من وجهة نظرهم ولهذا يصرون على الاستمرار في محاولات عزلة أو محاكمة ترامب رغم أن ترامب ماشي يوم الثلاثة الصبح بتوقيت مصر يوم الأربع الصبح بتوقيت مصر نروح بقى للبرلمان الآخر وهو مجلس النواب المصري وحيث شهده بالأمس انتخاب رئيس للمجلس النواب جديد المستشار حنفي الجبالي ووكيلين جديدين المستشار أحمد سعد الدين والسيد محمد أبو العينين الحقيقة اختيار وترشح وانتخاب المستشار حنفي الجبالي رئيس محكمة الدستورية السابق كرئيس لمجلس النواب ليس هذا هو الخبر بقدر ما الخبر الحقيقي هو عدم ترشح دكتور علي عبدالعال الرئيس السابق ليه؟ لأنه دكتور علي عبدالعال كان في الدورة اللي فاتت دورة كانت تحكمها رؤية وسياسة كده تحكم وتتحكم فيه سياسة أو إدارة البرلمان إحنا البلد فيه مأزق فيه حالة مخاطر وأخطار فيه تهديدات بالفوضى تحديات كثيرة خارجية وداخلية يبقى إحنا مش عايزين مجلس نواب يمارس دوره اللي هو المعتاد في يعني الرقابة والمحاسبة والمسائلة الرقابة موجودة مش هنحمي فساد الرقابة موجودة في الرقابة الإدارية وغيرها من أجلس الدولة الرقابية فخل البرلمان يبقى على مستوى تأييد يبقى يعني برلمان داعم ومؤيد وموالي ومنتج لقوانين تشريعية مكملة للدستور وقوانين تتطلبها مرحلة التحول الاقتصادي أو الإصلاح الاقتصادي اللي كانت بتعمله الحكومة والدولة يبقى إحنا مش عايزين نزعج نفسنا بممارسة من نوع فتح باب بقى المزايدات والمناقشات والصخب والاستجوابات وما إلى هذا فبدأ المجلس يعني هادئ هدوءا بالغا وحتى ما فيش داعي للجلسات العلاء مباشرة ما فيش داعي ما فيش استجوابات خالص استجواب لمدة خمس سنوات ودي حاجة ما حصلتش في تاريخ مصر حتى في أيام للتحاد الاشتراكي لكن عموما يظل إنه دا كانت السياسة فلما تتغير الشخصية اللي كانت بتديرها زي السياسة وهو السيد علي عبد العالي ويأتي رئيس جديد أو حتى هيئة مكتب كاملة جديدة برئيس جديد للمجلس النواب ووكيلين جدد أو جديدين يبقى بنتكلم على ربما بقول ربما أو قد وبقول قد برضو يبقى في حيوية لمجلس النواب في بلد في مرحلة من الاستقرار ومرحلة من الثبات والثبوت مرحلة من الإنجاز والاستمرارية كمان في يعني العين علينا من كل جهة ومجتمع محتاج نوعا ما من الحركة والحيوية داخل البرلمان فربما يكون دا ربما مرة أخرى أقول ربما مرة أخرى ربما يكون هذا مؤشرا على اتساع الصدر ارتفاع الصقف تعدد الأصوات تنوع الآراء ربما أقوله ربما وأقوله قد الحدث أو الخبر التالت اللي أنا يعني عايز أتوقف عنده أيضا من الأخبار اللافتة وهو خبر الحكم ببراءة فتيات التك توك الأنستين يعني مودة وحنين والبراءة اللي أطلقتها المحكمة دي تشير وتنزر وتضرب جرسا وتقرع أجراسا لمجتمعنا أنه يبطل يبقى مجتمع من المطوعين حكم براءة فتيات التك توك إعلان وإنذار لنا جميعا أن نتوقف عن أن نكون مجتمعا من المطوعين إحنا ما صدقنا المطوعين اختفوا وانتهوا في السعودي مش عايزين يطلعونها في مصر حالة من التربص والترصد لجبت ممثلة فستان عارضة رأسة بنت على التك توك فيديو إيه دا فيه إيه دا إيه الحالة الهائلة الرهيبة من الرغبة في نحن نبقى شرطة أخلاق النفاق الديني دا إيه للدعاء والحالة الممجوجة من التحكم في الناس والوصاية عليهم واحتكار الحقيقة وتصور نفسنا وكأننا شرطة أخلاق ومطوعين من حقينا نحاكم ونسائل بنت مراهقة أو ممثلة أو فنان أو عارضة أزياء إيه دا إيه الواقع اللي صغر بنا جدا وتحول وكأننا في مجتمع تحكمه دولة دينية أو حكومة دينية أو شرطة دينية أو قوانين جلد لابسات البنطلونات على طريقة البشير في السودان قبل أن يغور إحنا أصاد مشهد عجيب جدا إنه مجتمع السوشال ميديا اللي ممارس نفاق ديني بطبيعة الحال بالغ الضراوة فضلا على اختراقه من قبل السلافين والإخوان يقعد يبتز أجهزة الدولة عندنا قلة الوعي قلة العقل أخطر على مصر من قلة الأدب قلة العقل أخطر على مصر من قلة الأدب لأن قلة الأدب دي تخص صاحبها أو صاحبتها قلة العقل دي تخص مجتمعا ينحدر لو استمر بالطريقة دي إنه يحول نفسه شرطة أخلاقية ومطوعية والحق أصدقى فطر في رمضان أصدقى فطر رمضان وبقى الأجهزة يحصل إيه بقى الأجهزة تقعد تجري وما هو ابتزاز بقى ما احنا هنطلع دولة وهنطلع يا جماعة هيجوا حسبونا ويقعدوا بقى في الاجتماعات ويقولك هيجوا بقى يا شوات عائلة على الإنترنت ويقولوا علينا بقى بنحمي قلة الحياة فلازم نتدخل وتحصل بقى بلغات من هوات شهرة وهوات أخبار ونحصل وطبعا مواقع عايزة ترند وعايزة ترافيك فبنلاقي نفسنا أصدقى مأساة وملهاة تصل إلى حد المسخرة إن بلد قاعدة منفوضة قاعدة أيما كلهم بيكلموا على بنت ظهرت على التكتوك في فيديو تلت دا ولا دقتي بتهزر يا صاحبات فالنهار دا حكم القضاء والحكم القضاء حكم ينير ويضيق ويكشف مش بينشي بيكشف حقيقة إنه توقفوا هكأن حكم القضاء يقولوا لنا توقفوا عن أن تكونوا مطوعين ما تزعجوش أجهزة الدولة الرقابية أو الأمنية أو القضائية بمثل هذه السفاسف ومثل هذه التوافة لأنه منحق يعني أي مجتمع أنه يقوم نفسه بالمنقاش ومشي بالمحاكم والكلام لا يمكن أنه يحولك أنت كده ببساطة إلى أنك تبقى قيم على الآخرين ولا مطوع للآخرين والنهار دا حضرتك زعلان من الفيديو بكرة تبقى زعلان من إنها ماشي في الشارع والنهار دا تزعلان علشان هي بترقص في الفيديو ولا طلع تتصور أصاد الهرم بكرة حضرتك تزعل إنها وقف على الرصيف أو تقولها لا ما يصحش تشرب سجاير أو دي البنت مش عارف بدك خنشيشة فتعالها نضربها أو ماشي مع ولد ونت هو الود دا إقرب لك ولا جوزك ولا مين ببساطة هنقعد بقى شغالين شغل أزرق كده ونستخدم فيه بقى البلاغات ونستخدم فيه أدوات ووسائل القانون لا أرجوكم ها هو الحكم يأتي ناصعا ساطعا حكم القضاء يقول لكم توقفوا عن هذه المهزلة مجتمعنا مجتمع ناضج مش مجتمع ملاحقة مراهقات ولا المفروض ينشغل بفساتين فنناك عيب لعل العيب الآن جاءت مع مطرقة قاضي عيب عيب قلة العقل أخطر من قلة الأدب بصراحة يلا إلى عنوين الحلقة شوفوا أحسن بالفعل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ورئيسته طبعا الأستاذة القديرة دكتورة نعايم سعد زغلول أنه يقدم لنا إحصاء رقمي دقيق مدقق محقق عن الشائعات التي تم تداولها في مصر خلال 2020 بمناسبة طي هذا العام بصفحاته الأخيرة قبل ما أتكلم على نوعية هذه الشائعات وعلى إحصائياتها وأرقامها لازم أسأل نفسي وأسألكم معا بل وربما يكون هذا هو الحديث الواجب في القاهرة حديث القاهرة حديث العاصمة وكل الأقاليم وريف مصر ونجوعها وكفورها تعرفين إحنا عندنا حوالي 600 مدينة وعندنا حوالي 24 ألف قرية هظن 24 ألف قرية غير النجوع والكفور المفروض إن إحنا نفكر بجد ليه الشائعات وهي كثيرة وعديدة بتنتشر وليه إحنا بنصدق الشائعات ده سؤال مفصلي لأنه مفصلي يعني محوري مركزي يعني المفصل تعارف يقولك فيه خلع في المفصل أو فيه وأول ما بيجي لحد كبير السن الحقيقة بتبقى مصالة صعبة لأنه المفاصل في جسم الإنسان يعني زي كده كوع المصورة بتاعة الصرف لابتكسر بتبهدلك الدنيا فدي حالة مفصلية كده لأنه اللي يصدق شائعة عن الاقتصاد أو شائعة عن الطب أو شائعة في أي من هذه الشؤون يصدق أخبار كاذبة ويصدق شائعات في التاريخ ويصدق أكاذيب ليه؟ لأنه ده مش موجود ده مش موجود إزاي؟ موجود عنده عقل لا في فرق بين العقل والعقلية النقدية هذه واحدة من آفات مجتمعاتنا الخطيرة غياب العقلية النقدية وربما وسائل تواصل الاجتماعي بتساهم بقوة فإنه العقلية القطيعية هي اللي تبقى سائدة عقلية الجماهير على رأيي دكتور جلال أمين الله يرحمه أقول لك عصر الجماهير الغفيرة اللي هو عارفين؟ زي لما بنبقى كده في الاستاد مثلا متفرج على ماتش فإيه يقول لك يا الله وقا ده ضربوا ده ضربوا في قوم الجل الجمهور ضربوا ما بحدش ما تحقق كلنا بنبقى الجماهير لحظة الجماهير دي دون تحقق ودون تماعهم ودون تفحص نسخن كلنا مع بعض فدي العقلية السائدة بينما احنا عايزين تبقى العقلية النقدية هي العقلية السائدة القادرة على الفرز والنقد مش معناها انه غلط انه العقلية النقدة كأنها مثلا قعد يد فكر في كل شك في كل حاجة وتشكك من كل شيء لا يا عزيزي انا عايزي العقلية النقدية اللي هي تعرفيه وإيه يا رجل عائلها هي دي كده العقلية النقدية يعني يا رجل عائلها يعني اوزينها انت بس كده اوزينها طب يسكت ايه طبوس فكر كده اوزينها بدماغك هي كده ده العقلية النقدية زي ما تقولك يا راجل ودي حاجة تدخل الدماغ دي العقلية النقدية على الفكر ايه ده ودي حاجة تدخل الدماغ برضو زي العقلية النقدية العظيمة جدا ما تقولك اذا كان المتكلم مجنون يبال مستمع عقل دي العقلات النقضية لا نطلب شيئا الا ذاك الا هذا يا عزيزي ان يبقى العقلات بتاعت اعقلها يا راجل شكل دماغي يا راجل اوزينها انت بس ويا دي حاجة تعقل مع ايه ودي حاجة تعقل هي حاجة بالزبط ليه لان العقلات النقضية دي مش لتصيد العيوب والاخطاء لا دي للفرز يا جماعة مش تشكيك مرضي لا دي للتأكد والتثبت واول ما تبقى عندك العقلية النقضية دي بتاعت استخلاص الحقيقة بالنقاش والتدبر والنظر والاخد والرد والمناقشة والمناسبة والمناهدة وكل حاجة مع المعلومة اللي قدامك مش بضرورة مع بني ادميه مع دماغك هو ده اللي هيخليك تفهم وتعرف الحقيقة ايا كانت بقى من اول حقيقة لاها علاقة بفيروس ولقاح لغاية حقيقة لاها علاقة بتاريخ ودين طول ما انت معاك المنهج الادا دي انما الحقيقة ان احنا فيه دلوقتي في حقيقة الامر يعني كمجتمعات و هي برضو المشكلة هنا يعني زمان كان تقدر تتهم الحكومات بانها بتحاول تنشر الشائعات و انها بتعمل اخبار كاذبة او انها بت بت بتسيطر على العقول و انها هي اللي بتتعد تحول دون الحقيقة و ظهورها وهو اتهام يعني مستمر لكل الحكومات اللي في الدنيا بيها في الحكومات الديمقراطية وتطلع منها بقى نظريات المؤامرة دي اللي هي ما هي الشائعات ايه ما هي النظريات مؤامرة برضه ايه نظريات مؤامرة شائعة و الناس با فيه شائعات كبرى لا تموت يعني احنا الشائعة بتاعة اصل مصر انجلترا كانت مديونة المصر ايام الملك فاروق ايه شائعة تقعد يا جماعة ده كلام فارج ما فيش ايه لابسة في الدماغ زي حكاية اصل فاروق برضه الملك فاروق بتاع خمرة وستات يا جماعة شائعة بس اهي مستقرة ومستمرة ومحدش عايز يعني زي مثلا الشائعة الجبارة بتاعة الاسلحة الفزدة لو انا عدت حلفت للناس من هنا لعشر ايام جاي اني فيش حاجة اسلحة فزدة اصلا ودي كذبة كبرى مين هيسدق هي شائعة ملبسة في الدماغ ومحدش عايز يخرجها من دماغ وهذه الشائعة زي مرضو اصل فلسطينيين باعوا ارضو شائعة طول الوقت حتى وقتنا حتى الحقب اللي احنا فيها من ساعة شائعة اصل الاسطول السادس الامريكي اصل مش عارف ايه شائعات كلها كنتاكي ومدال التحريق هدي ليه الشائعة بتبقى منتشرة ليه الشائعة لانه الشائعة دي بتبقى بصوا الشائعة المحبوبة افضل من الحقيقة المؤلمة الشائعة اللي انت تحبها وتجي عليها وكده احلى كتير قوي من حقيقة الصادمة اللي انت مش حبيبها فتبقى عندك رغبة في ازاعة هدي الشائعة او في تصديق هدي الشائعة والمؤسف البائس ان ده متجاوز كل الاتجاهات والطيارات وحتى الجماعات والدواء بمعنى انه مثلا ايه خلينا اكلم هنا في مصر الطيار الديني زعيم الشائعات يطوق للشائعات ينشرها فيه كم مر ده اصله ده خاين اصل ده مرتد اصل ده ده ميسك وقطع المصحف ده عبد النصر قطع المصحف ده مش عارف عبد النصر كان بيشرف على تعذيب زينب الغزالي بنفسه ده السادات مش عارف ايه ده اصل ايه بكوت شائعات لا تتوقف اصل الكاتب ده تنصر اصل كمية شائعات غير الشتاء ملبزاقة وبيستحل الشائعات وبيعتبرها جزء من حرب المقدسة ضد اعداء الدين اللي هم اعداء هو يعني اي حد عدو هو يبعدو الدين ده طيار الدين طيار الدين يبقى اخوان مسلمين وسلفيين وهلوم مجرة برضو حتى انصار الدولة يحبوا جدا الشائعات على الخصوم حقيقي مش حقيقة ده مش موضوع خالص اي حاجة ما بيحبوش فلان يبقى يصدقوا عليه ويزيقوا عنه اي تهم من اي نوع واي شائعات وتروج بمسألة عادية جدا وتعمل معاملة الحق والصدق واليقين ومباشو عايزين يصدقوا العكس ولا عايزين يصدقوا الحقيقة قابلين الشائعة لانها على هوا على الهوا زي بالظبط برضو حتى اللي بقولوا عن نفسهم ثوراجية او يعني بيدفعوا عن حرية او نشطاء وما الى ذلك مغرمون جدا بالشائعات واي خصم لهم يبقى عميل خاين بايع اي حاجة ويقبلوا ده وينشروه ويزوعوه دون ايما تحقق في اي معلومة وبالعكس تعظيم واكبار للشائع وترويج له يبقى ايما الحكاية هو ليه لحد عايز ينفيها ولحد عايز يحاربها وبال بيسهموا في نشرها واذاعتها ويبقى هنا اللي شائع ذات يعني انتشار وزيوع وطبعا انتو عارفين الحكمة الشهيرة اقولك الاجذوبة عندما تكبر يصعب نفيها طبعا الكسبة لما تبقى كبيرة اوي يصعب نفيها خلاص بقت كسبة كبيرة لحد عامل ازا كده الخطأ الشائع في اللغة يقولك خطأ شائع افضل من صحيح المهجور زي بالظبط لما برضو لما تقول انت كسبة 99 مرة في المرة المية هتعتقد نهاية حقيقة طبعا فاكرين جوحة لما قالوا له ايه زحمة اللي هناك ده قال لهم ده فيه فرح بيوزع لحمة فكل ييجي حد يقوم جاري رايح نهاية الفرح عشان يأكل لحمة ييجي حد يسأله جوحة شاف الزحمة الكتير اللي يقالك احسن محسن يكون في فرح ومحسن فعلا يكونوا بوزعوا لحمة فاجري هو راخ اللي هو عامل كذبة هو العمل الشائعة الى اي حد احنا قصد مشهد من النوع ده بتكرر في حياتنا الان حتى الان وده الدليل اللي انا بقول لكم من قلب تقرير او عرض مهم جدا وتفصيلي مقدماه مجلس الوزر او مقدم مركز اعلامي بمجلس الوزر احنا بنقصد مشهد هنا مهم للغاية وهو السؤال عن طبيعة هذه الشائعة يعني ليه احنا لغاية دلوقتي مع كل الانتشار ده لوسائل الاعلام لا يذال لدينا هذه الشائعات يعني زمان كان يجوز انه مثلا كان فيه ضيق شديد للغاية على منافس التعبير ووسائل التعبير في مصر والاعلام مثلا انا من الناس اللي عصروا حاجة اسمها راديو اسرائيل اظن هو لسه مستمر لغاية الراديو اسرائيل باللغة العربية في نهايات الستينيات واوال السبعينيات يا جماعة وحتى ربما مطالع التمانينات كان مصر عبارة عن تلك جرائد بينزلوا بس يعني اكد يكونوا مطابقين في كل حاجة قبل ما تطلع بقى الصحف الحزبية وقبل ما تطلع القنوات الفضائية وقبل ما فيه التنوع والتعدد وقبل ما يبقى كمان فيه الانترنت والتواصل مع العالم فخدت الحصول على مصادر معلومات ضيق للغاية ومحدود ودائري ويعني لا يمكن التحصل على المعلومات بسهولة وعلى الأخبار بسهولة ده ساهم في انه دولة ما بتقولش ايه اللي بيحصل وناس عايزة تعرف ايه اللي بيحصل فتبدأ للشائعات زيت بقى بطبيعة الحال كان فيه اجهزة تروج شائعات وكان فيه حقائق فعلا روجت باعتبرها شائعات والزمن بيثبت انها حقيقة او انها شائعات فبدأت الناس تتجه الى تسمع راديو اسرائيل لانه كان الازاعة الموجهة لمصر وقتها في الستينياج جزء من الحرب المعنوية على مصر يعني ومحاولة ليه غسل العقول ومحاولة الاشتباك مع الوعي المصري وتشويش على الشعب وانه ما يصدقش جمال عبد الناصر ولا سياساته او ولا اخباره ومعلوماته فبقى راديو اسرائيل ده راديو ينتشر في الاوساط المصرية يفتحه على الموجه والمؤشر بتاع راديو اسرائيل بعد شوية بنلاقي البي بي سي والحاجات دي لكن راديو اسرائيل ده لانه كان مخصص لنشر الاخبار التي تبدو شائعات في الواقع المصري هو بيقدمك النحى حقائق او العكس فكان يقولك انا اسمعت الكلام ده في راديو اسرائيل ده راديو اسرائيل بيقول فبدى وكأن الحصول على معلومات خاصة ببلدك وطنك شعبك شؤونك دولتك جاي من راديو اسرائيل وده كان شيء بائس للغاية وطبعا من راديو اسرائيل ده كان فيها وقعة غريبة جدا وشهيرة جدا انه كان فيه عندنا موزيع في صوت العرب اسمه نبيه سرحان وكان موزيع وشاعر بعد 67 لسبب ما هو راح هتطوع في حاجة كده المهم رجع يبدو انه قبض عليه حصل معاملة معاه سيئة منع قالوله فطلب يسافر سمحوله بالعافية شخص جمعة سمحوله بالعافية يسافر في سافر ليبيا في ليبيا برضو قالك ده بيهاجم مصر فوقفوه عن الإزاعة مش عارف ايه ام سافر ايطاليا اظن المهم انتقى بيه الامر انه سافر اسرائيل هو وعلته واشتغل هناك في اسرائيل سموه سامير يوسف برضو من الناس كده زي القصص اللي قبطوا على السفرة ويقشوا ويقعد جهاز كشف الكسب والحاجات ده مش تجسس ده هو راح لإسرائيل ما مجسس خلاص وده معلن جدا ومكشوف وسمى نفسه سامير يوسف وراح اشتغل موزيع في راديو اسرائيل وكان بقى بيكلم هو بقى من الناس اللي كانوا مسؤولين على البرامج دي وعلنوا وكان بيكلم بقى باللهجة المصرية الريفية ويا اهل مصر الطيبين ومش عارف ايه المفارقة انه رئيس السادات لما سافر في اسرائيل في مبادرة القول مبادرة السلام الشهيرة في 19 نوفمبر سبعة وسبعين استنى في المطار كان من ضمن مستقبليه في المطار كمزيع في الراديو الاسرائيلي بيغطي الاحداث ويسلم عليه وقال له ده انا فلان الفلان يقال له اه انت فين احنا كنا فاكرينك اختفيت وروحت ايطاليا وبتاعك كان رئيس السادات متابع الموقف طبعا يعني فاحنا اصد ما اشهد بقولك لما يحصل الضيق ده او التضييق ده تتسع المساحة الكبيرة لطلق الشائعات لكن الموضع ده مش متوفر مع وسائل التواصل الاجتماعي ومع تعدد القدرة على الحصول على المعلومات حتى لو فيه جهة بتديق وما بتقولش فيه منافذ للحصول على المعلومات اه طلع بقى ده يزود مساحة الشائعات اكتر ليه زي ما ترك الشائعات عندما تكبر يصعب نفيها لما الشائعة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي كده تكتسب مصداقية لأنها منتشرة تكتسب انه ده حقيقي ما كل الناس بتقول كده ما كل الناس بتقول كده ايه بحقيقي ازا كان كل الناس بتقول وبعلم بقى ينبغى سهل البث جدا تاك 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 بقت الشائعة موجودة على تويتر او موجودة على فيسبوك بقت تتشاير بقت تروح بقيت تيجي ينقل موقع عنها ينقل موقع تاني عنها تاك تاك خص اوب بس انتشر سواء الشائعة طالع من الشارع تتكتب على الوسائل التواصل او طالع من الوسائل الوسائل التواصل تتبس في الشائعة ومن هنا اصبح فكرة جماعية الشائعة انتشار الشائعة اكتسبت معاه هذه الجماعية وهذا الانتشار وتلك السهولة اكتسبت معاه المصدقي فبقى الشائعة اترفش تفصل بين الشائعة والحقيقة لدرجة انه بقى فيه كتير دلوقتي الناس تقوم معلقة على الاخبار حقيقة ده وده حقيقة يا جماعة حد تشوف لها ده حقيقة ولا لا بقى تقريبا تسعة وتسعين في المية من الاخبار المنشورة على وسائل تواصل الاجتماع على صفحات الفيس وعلى فيسبوك وعلى تويتر وعلى غيرها عبارة عن شائعات منشورة للأسف حتى تورط في ده كتير جدا من مواقعنا يعني وبقى الرد التلقائي من الناس لسه محتفظة بشوية عقل نقدي وده جماعة حقيقة حد نشوف ده بقى تلاقيه في الكورة في الاقتصاد في السياسة في الدين في الشخصيات العامة ايش معقول وفي الطب طبعا عشان كده بما بص للحصاد هنا بقى ولاقي تعالوا شوف اول كده جرافيك وبيكلمنا عن حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق النقطة الاولانية هنا اللي هي انتشار الشائعات على مدى السنوات الماضية شوف من 2014 النسبة اتنين وثلاثة من عشرة تطلع خمستاشر اربعة تطلع ستاشر ستة اه اه اتناشر اه 2016 تطلع تمانية في المية بعدها بسنة اتناشر في المية خبر ابيض 2018 بقت ستاشر في المية سنة تسعتاشر بقت ستة وعشرين في المية سنة عشرين بقت تسعة وعشرين في المية وتسعة من عشر طبعا خد بالك يعني رغم انه كورونا هو سبب ارتفاع عشرين وعشرين بطبيعة الحال الشائعات حول كورونا الى انه برضو منفاجأ انه قبلها ما كانش في كورونا سنة تسعتاشر ومع ذلك الشائعات كانت بالمساحة دي بالنسبة دي ده كورونا زود يعني يدوب اربعة في المية او تلاتة وثمانية من عشرة بس نسبة الشائعات اذا لا بتنتشر وبتزداد طبعا لا ايه لي خليها سنة 2014 اتنين في المية تطلع بعدها بست سنين اه اه الى تسعة وعشرين من تسعة من عشرة في المية حوالي ثلاثين في المية ايه لي يخلي الصعود ده اقول لك انا يخلي الصعود ده اول حاجة انا ما تبص كده للسنوات دي اربعة تسعة وعشرين ايه لي يجمع الصعود ده اتساع وانتفاخ وتضخم وسائل التواصل الاجتماعي واعتماد المصريين عليهم في الحصول او عليها وسائل التواصل الاجتماعي في الحصول على المعلومات التي هي ليست معلومات بل هي كذيب وشائعات فعلا نكذيب وشائعات تكتسب مصدقية الانتشار والجماعية فينتشر الموضوع ونقطة مهمة للغاية ايه سر زيادة نسبة الشائعات في مصر وعايز اضيف بن قصيم بعد شوية والعلم كله هي فكرة زيادة الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي وتراجع وسائل الاخبار الاخرى تراجع هتكلم في التراجع دي بس السبب التاني بالنسبة لمصر انه زادت بين 2 و 3 ال 29 و 19 الاخوان المسلمين طبعا سهل انك تقول هو كل حاجة التامف هو الاخوان المسلمين وهو كل حاجة الاخوان المسلمين اه في الشائعات كل حاجة الاخوان المسلمين وايوا الاخوان المسلمين عمل منظم ومخطط ودأوب لازم نعترف بكده لتشويش وتشويه والضرب في مصر حكومة وشعبا وايوا عندهم خطة وعدهم دائب وعدهم تمويل وهم اول ناس بدعوا اللجان الأكترونية خارة الشاطر اول من بدع اللجان الأكترونية ده للأسف الدولة انساقط ورا الحجي دي ومتعاملة مدادة طب عينا بين اللجان الأكترونية دي واللجان الأكترونية دي انما اللي بدعها وخلقها وعملها واستخدمها واتقبرها ورعرعها هم الاخوان المسلمون وحتى الآن وحتى الآن فهم مسؤولون كوسائل تواصل اجتماعي باللي جاء لهم الالكترونية اللي بيكلموا عنهم بقى الصراصيل الالكترونية الزباب الالكتروني اللي قال للأسف هبقاش بس الإقنام بس المتورطين فيه ما هو ده سر من الأسرار الزيادة الكبيرة في حجم الشائعات التي تتعرض لها مصر خلال الست السنوات السابقة أو الحالية أو يعني الحقبة اللي احنا فيه من ضمن الأسباب برضو في انتشار الشائعات واتساع مستوها إلى حد ما يشبه الحرب يعني قرارات الإصلاح الاقتصادي اللي اتخذتها الحكومة المصرية في السنوات الست ازاي؟ لأنه حصل قرارات اقتصادية من نوع تعويم الجنيه تحريك أو رفع الدعم عن بعض السلع زيادة أسعار بعض الخدمات فبقى فيه مساحة لتصديق شائعات مضعفة مش حيائية إنما مستغلة فكرة إنه حصل إنه يقول لك البنزين هيرتفع ما هو مش هيرتفع دي إشاعة دي كذبة بس هو بيروجها علشان خاطر هي ارتفع فعلا في مرحلة ما فبيبني على الحقيقة القرار الاقتصادي الحقيقي اللي حصل كمية شائعات تصدق من قبل البعض أو من قبل الكثير بناء على إن لها ظرة حقيقة إنه فعلا حصل قبل كده في قرارات الاقتصادية وهكذا فده كلما استمرت الدولة في سياسة الإصلاح الاقتصادي أو ما تطلق عليه الإصلاح الاقتصادي كلما دادت محاولات تشويش وتشويه أو ضرب أو تشهير أو تشكيك أو سميها اللي تسميه بقى سواء بشكل مدبر مدعم منظم من قبل الإخوان وشركائهم أو تشوش لدى المواطن العادي أو بلطى شوارات المواطن العادي سواء إما عن عدم معرفة وإدراك أو عن غضب وألم يعني داخلي من الأسباب برضو اللي ممكن تكون يعني مبررة أو مفسرة ما فيش حاجة تبرر للإشعاعات التنتفق لكن تفسرها إنه ربما يكون تراجع برضو حيوية التوكشوف في المجتمع إلى حد إنه لم يعد سنداً لأخبار جديدة أو حقائق ثابتة أو معلومات يقينية فربما يكون ساهمت في هذا النوع من افتقاد الحيوية ساهمت في انتشار الشائعات طيب الشائعات حوالين إيه بالضبط خليني أروح بقى إلى تقرير لما سألنا الناس من أين تستمد معلوماتك عشان نعرف هما بيجين منين أخبارهم والشائعات دي جاي منين بالضبط تشطر في السبب الأول الأهم تعال نشوف هذا التقرير ونرجع نتكلم يعني أهم المصدر المؤكد بيبعد تلفزيون الناس نتكلم كتير ناس طبعا كل يوم فيك دي دي يعني عند الناس فيسبوك تويتر فيسبوك أو من إستجرام تلفزيون ساعات من الفيسبوك من تويتر سوشيال ميديا عمتا فيسبوك أو تويتر النت عمتني فيسبوك أو تويتر أما حاجة عندي أبس بنزلها بفتحها مخصوصة عشان نعرف الأخبار طبعا من لقم واحد فيسبوك بتأكد أن الخبر ده صح لما يتزعف نشط الأخبار الرسمية بتاعته للتلفزيون بنسبة كبيرة جدا بعتمد على إحساسي لو تنشف كذا جريدة بقع في النصح لازم يجبوه في تلفزيون حديث الناس اليوم يعني فلان بيقول لي الكذا فيه خبر الكذا لما بيتزعف على التلفزيون أو برضو من المصادر اللي أنا بسق فيه استنى ينزل على حاجة رسمية تاني يوم من الجريدة بتأكد أكتر إذا كان الخبر ده صحيح أو إشيح آخر حاجة عن لقاح كورونا إن فيه تقريبا لقاحين أو ثلاثة سمعت برضو إن فيه وفيات ماتت من اللقاح ده مصر هنا لقوا أساسا لقاحه وبقى كويس جدا بالنسبة للقاحه ومحادش جربه بالنسبة للشعب المصري مش كله اللي جربه يعني يعني الفئة بتاعتنا استحالة ممكن تكون جربته ممكن الفئة التانية بقى الفئة يبي بنسبة 90% اللي جربته صراحة لا مش عارفة مش عارفة عن اللقاح ده كثير بيعمل أثارة سلبية وبيكون بتاكد تصل يعني لحد مثلا تشنجتها أو حاجة مني يعني ماذا زي نديدين تلاتة كده بيقولي عواجب آخر خبر صدقت وطلع فيك إن بيقولوا إن يعني هيبقى فيه ضريب على الشنط الناس اللي في الأطراط اللي معاها شنط والناس اللي في المترو اللي معاها شنط طلعوا قبلها كزا مرة شاعاً اللي متحنتها تتلغي وهيعملوا أبحاث بردو زي السنة اللي فاتت والوزيري فلا هيقول لا إن فيه حظر فيه رسوم معينة تتفرد على على حاجاته وبعدين بيطلع الخبر مش صح خبر توقيع فرجان الساسي للدحيل القاتري تسكرة المتحف المصري وصلت سعيها للمصريين بخمسمائة جنيه طيب شفنا فكرة تواسية التواصل الاجتماعي شفنا كمية الشائعات والأخبار المزيفة أو الفيك اللي بيقولوا عليها إحنا قصاد مشهد فعلاً معزب للغاية إنه لم تعود تستطيع وأنت مطمئن لتصدق أي شيء الحقيقة يعني وده كويس لو أنت وصلت لمرحلة إنك ما تصدقش أحسن من مرحلة إنك تصدق أي هطل بيتقلك ليه؟ لأنه تعالي بقى شوف ترتيب القطاعات اللي فيها شائعات شيء مدهش لما تشوف إنه الشائعات ضربة في الصميم إزاي؟ تعالي نشوف الجدول ده 24% القدر الأكبر من الشائعات على قطاع الصحة طبعاً الرقم زاد عشان كورونا لكن شوف شائعات حوالين صحتك طبك يعني في أكتر من كده الصحة تبهي مناط ضربك تشوشك وتشوه المعلومات اللي قدامك وتخبطك وبقى كلام عجن والناس بقى في الفزع والخوف والقلق والتوجس بتصدق أي حاجة وكما لأنها تبقى مضطربة ومتوترة أكيد من مدقس يعني سمعها لأي حاجة بيبقى استقباله أسهل وتصديقه أسرع وتأكيده أهون فبتلاقي نفسك قصاد شائعات حوالين الصحة تصدقها أن 24% صحة حاجة يعني مرهقة جدا تاني حاجة التعليم 18% واربعة من عشر والتعليم في مصر خلينا أقول بوضوح يعني التعليم في مصر احتياج أصيل عند المصريين بس أول حقيقة المصريين وده يمكن أن نتكلم بعد شوية في الحلقة أصد سياسة إدارة التعليم في الفترة الأخيرة فيها قرارات كتيرة وقرارات جديدة وقرارات محل جدل وقرارات بتتخذ من أعلى فبثبت مساحة للتقولات والشائعات خصوصاً في قرارات بتطلع ويتم التراجع عنها وما إلى ذلك الحالة دي فضل على اهتمام التعليم بقى التعليم موجود في كل بيت مصري ويعني وأستخلص كلاماً كثيراً عن التعليم بعد شوية في الحلقة لكن الصحة والتعليم خدوا بالك وبعدين الاقتصاد إذن خد بالك إذن المجالات الأهم من المصريين في شؤون حياتهم هي الصحة والتعليم والاقتصاد ليه؟ لأنهم الشائعات الأكتر الشائعات بتيجي فيه في الموضوع اللي انت مهتم به معني به مجغول به تبحث عنه مستعد للبحث عن معلومات عنه عن تصديق حاجات عليه وهو من سنة الصحة والتعليم والاقي ويجب أن يكون هذا البحث أو الدراسة اللي مقدمها أو المقدمه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وبدأس الدكتورة نعايم يكون تحت عين الخبرة والمسؤولين ومخططي سياسة الدولة لأنه لما بشوف حتى في ترتيب الشهور بالنسبة للشائعات ألاقي ترتيب الشهور عالي جدا يعني بصوا نرجع تاني للقطاعات ها هو الصحة 51% و4 من 10 التعليم 18% الاقتصاد 18% احنا رجعنا لي يا جماعة انا هارجع تاني للجرافيك اللي فات ترتيب القطاع ده على شماله وترتيب القطاعات وفقا للنسبة استهدافها بشائعة كورونا الصحة واحدة 50% وبعد كده التعليم الاقتصاد الصحة قرارات ايه إنما بالأهم في كورونا الصحة شو بقى إبريل 20% لأنه احنا في مارس ما كانش يتعرف لسه كورونا ما كانش الموضوع كبر ولا يمكن حتى كانوصل لنا 20% مايو طبعا لين الموضوع بدأ يزداد مايو ويوليو اللي هو بقى ما بين رمضان والعيد وانت عندك زيادة للشائعات الخاصة بكورونا الخاصة بصحة ثم تتراجع في الشهور التالية وترجع في ديسمبر ونوفمبر طبعا الكلام عن اللقاح وعن الموجة التانية مع كل اهتمام وكل انشغال تطلع في كمية شائعات واخطاء وكاذيب رهيبة وده يقضنا الى 1984 يعني ايه 1984 هذه الرواج الشهيرة للكاتب الاشهر جورجو ارويل هي موضوع بقى اللي احنا المفروض نفكر فيه ونتأمله وإحنا بنتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي وإحنا بنتكلم عن الشائعات نتكلم على طول على جورجو ارويل و1984 ازاي هقولك ازاي لكن هذا هو يعني غلافر القصة المصورة مش الرواية الاصلية دي الرواية المصورة عنها لكن انا هرجع الى فاصل بعد شوية نلتقد فيه اشعتين ثلاثة عشان نمفيهم واتقاد عن كنبه كده ونرجع بقى نتكلمك عن سيد جورجو ارويل ومعاه سيد ترامب ومعاه سيد احمد البراماوي بالمر بعد حت стали اشتركواف اこ